اشتركوا في القناة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق المغدر الحياة ليبلوكم أن يكون أحسن عملهم والعزيز الغفر الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاغد فارجع البصر أن ترى من فتون ثم رجع البصر كردين ينقلب ليك البصر خاسئ الله وحسير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها الجبل للشياطين واعتدل لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أردوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تغرر فكادوا تبيسوا من الغيث كلما انطي فيها فوجهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير تكثبنا وقل لما نسر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونقل وكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصفقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجل كبير واسروا قولكم ابتر به إنه علم بلاد السدر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلناكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وابرهم الرغم وإليه النشر أمنتم من السماء أن يخصف بكم الله فإذا يتمر أم أمنتم من السماء أن يرسل عليكم حسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جد لكم يمسركم من دون الرحمن إن كافروا إلا في غرور أمن هذا الذي يرزغكم إن نمسك رزقا بل نجوه في عدب ونفر أفمن يمشي مكبا على وجهه يعدا من يمشي سبيا على صراط المستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع واللغصار والنفذة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذوات في الله وإليه نحشرون ويقولون وتهادر عدو إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما روز فتنسي أخذوا الذين كفروا قنابا الذي قمتم به ذا الدعون قل أرأيتم من معلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نبي عليه توكل فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من نصر حماكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم يوم يسطدون ما أنت بنعنة ربك بمجنين وإن لك لا جرى غير ممنون وإنك لعلى قلق عظيم فستغسر ويغسرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تذهل فيذهلون ولا تطع كل حلاف مهين أما أزم الشايم بنبي من مدنع للخير معتد أزم عطل بعد ذلك زليم أم كل ذمني وبنين إذا دل عليه آياتنا قال ساطير لول سنسمه على الخطوم إن بلغناه كما بلغنا من أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمونها مصبح ولا يستثنون بطف عليها طائف من ربك وهو النائمون فأصبحت كالصالم فتنادوا مصبحين ليبدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فارطلقوهم إذا قبضوا ألا تقل أننا اليوم عليكم مسكين وقدوا على حرثهم قادرين فلم نروا أقالوا إن لبال بل نحن محرومون قال أسطهم لما قل لكم لولا تسفحوا قالوا سبحان ربنا إن كن ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلامون قالوا يا غير لإنا كنا طاضين عسى رب أن يبدل نخرا منها إلا إلى ربنا راضب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقن عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيفا لكم أم لكم كتاب في ذا الرسول إن لكم فيه لما تغير أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكم سلموا من يوم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلا تنشركاء إذن كانوا صادقين يوم يشف عن ساق ويدعني إلى السجود فلا استطيع خاشعة أنه صار ترقوا جلة وقد كان يدعني إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستغرجهم من حيث لا يعلم وهم لي له من كلمة أم تسألوا مجرم فهم من مغرب مصحلون أم عندهم الغيب هم مكتب فاصبر لحكم ربك ولدك أنت صاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لو لم تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعقاء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين وإيكاد الذين كبروا ليذنقونك بأبصالهم لما سمع الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما درك ما الحاقة كذب سمود عد بالقرع فأما سمود فأهلك بالطاقية وأما عد فأهلك بالرحيم صنصر عدية سفرها عليهم سبع ليالي وثمان يديا من حسوبا فضع قم فيها صرعك أولهم عدد الأقل غبيا فهذر لهم من بقيا وجاء فرعا ومن قبله والمؤتدكات بالغاضية فعصوا رسول ربهم فأخذوا مقصد ربيا إن لن نتغل وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة ودعيها ظنوا عيا فإذا نفق في السور نفقت واحدة وحملت الأرض وعجبات فذكت ذكت واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وهم شقت السماء فيا يومئذ واهية والملأ على رجائها ويحمل عاش ربك فقوم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لذلك منكم خافيا فأما من موت يكذاب ربي أبيلي فيقولها ونقرأوا كتابيا إني ظلنت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة رادية في جنة عالية وطوقها دانية وكنوا شعونيا بما أسلمتم في الأيام الخالية وأما من موت يكذابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا وأما درما حسابيا يا ليت أكانت القضيا ما أغن عني ماليا ألك عني سلطانيا خذوه فقلوه ثم الزحم صلوا ثم في السلسياد لدعوها سفعنا جراء مصدقوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس فليس له اليوم هام لا حميم ولا طعام إلا من رسل لا يكله إلا الخاطئون فلا يقسم بما تبسر وما لا تبسر إنه لقل رسل كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما كمنوا ولا بقول كهن قليلا ما ترك تنزيل من رب العلم ولو تقول علينا بعض الأقاب إلا خذنا منه بالنب ثم لغضع من ألوة فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لا تذكرة للمتقين وإنه لنعلم وأن منكم كذب وإنه لحسرة على الكابر وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائد بعذاب واقع من الكابر وليس له دافع من الله وإذن المعالج تعرض الملائكة ورح في يوم كلم يقدر خمسنا الفسد فاصفر صبرهم جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرى قريرا قريبا يوم تكون سماك سماك المهن وتكون جبال كالعين ولا يسأل حميم حميم يبصر لهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ مبلي وصاحبة واقع في صرف صينته التي تبه ومن في الله جميعا ثم يمثير كلا إنها لظن زاعة للشغر تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون والذين هم في أموال حق معلوم للسائد والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواتهم وما ملكة إبالهم فإنهم غير ملوم فمن امتغ وراد ذلك فأولئك هم معادون والذين هم لأمانا فيهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ولك في جلات مكرمون فأل الذين كبروا قبلك مطعين عن المين وعن الشبال عزين أَيَوْوَوْا خاشعة نرصر ترهبهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا رسل نحن لقومه أن ننذر قومك من قبل أياتهم عذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا واقعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤقركم إلى جلل مسمد إن أجر الله إلى جلال يؤخر له كنتم تعلمون قال رب إني دعاكم قومي ليلة ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا وإني كلما دعاكم لدغفر لهم جعلوا صبعا في آدانهم واستغشوا في آدانهم واستغشوا سيرهم وصفوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعاكم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسرط لهم مصررا فكنت استغذر ربكم إنه كنغفارا يرسد السماء عليكم مدررا ويوجدكم بأموالي وبالين ويجعل لكم جنة ويجعل لكم أمهرا ما لكم لا تردون لله أخرى وقد خلقكم مطرا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فيه النور وجعل شمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا من أسولا مفجازا قالنا قال رب إن له معصر واتبعوا ولم يزدوا مال وولده إلا مسرا ومكروا مكرا كبرا وقالوا لا تذروا النار لكم وذروا النار لكم ولا سوع ولا يغز ويعطى نسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضللا مما خطياتهم مبركوا فادقلوا نارا فلن يجدوا لهم لهم دون الله يمسرا وقال نوح ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديرا إنك إن تذرهم يبلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب اغفرني ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمناه وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبرا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحيا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدينا لو اشتفى من نبي وننشق بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا متى وصعبة ولا ولدا وأنه كانا قل سبيلنا على الله شبطا وأن نظرنا لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان عجل من الإنس يعدون برجال من الجن فزاد أمرقا وأنهم ظنوا كما ظننتما لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليا حرسا شديدا وشربا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسنة وأن يستمعدنا نجل نوشها برسدا وأننا لا نذر يشرب من في الله أرض بهم ربهم رشدا وأننا منا صالحنا ومنا دون ذلك كنا طريقا قددا وأننا ظننا لن نعجز الله في الله ون نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهداء من نبي فمن يؤمن بربي فليخبصا ولا راقا وأننا منا المسلمون منا القاسط فمن نسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهدنا ما حقبا وأننا باستقاموا على الطريق قدر أسقينهم لأغدقا من أبتلا فيه ومن يعيد عن ذلك ربي يسلمه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قمعد الله يدعوك بأكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضدا ولا رشدا قل إني لا يجرني من الله أحد ولم أجد من دونه منتحدا إلا بلاغا من الله ورسالك ومن يعصرنا رسوله فإن لهنا رجالنا وخالدنا فيها بدا حتى إذا رأوا من يعدون فسيعلمون من أضعف لاصرا وقلوا عددا قل إني لا يقارب ما تعدون أم يجعل ربي أمدا عالم الغيب فلا يجر على غيبه أحدا إلا من يقض من رسوله فإنه يسنق من بين يديه ومن خلفه رصدا لأعلى من قد أبنه رسالات ربهم وحاطر ما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملك من ليلة إلا قليلا نسوه وفي القسم النقاليلا أمزد عليه ورده قد آل تغطيلا إن سنطي عليك قولا سقلا إن ناشئة الليل يرشد وطواقا مقلا إن لك في النهر سرحا طبيلا وذكر اسم ربك وتبدل الله تبدلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذ وكلا واصفر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وذرن والمكذبين ولنعجمهم قدلا إن لدينا أنكل وجحنا وطعاما بلا بصد وعذبا لما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت انتبار كتيبا مهلا إنا رسلنا إليكم رسولا مشاهدا عليكم كما كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فغزناه أغزى وبلا فكيف تتقول إن كفرتم يوم يجعلوا بهم لنشبا والسماء مضر به كنعد مخعلا إن هذه تذكرتهم فمن شاء تقضي إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوه أدنى من سلسة إلا ينس فهو سلسة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تنسوا فذب عليكم فأقرأوا ماذا سوى من القرآن علم أن سأكون منكم مرضى وآخر يضربون في قرد يبدأون من وبد الله وآخرون يقادرون في سبيل الله فأقرأوا ماذا سر من وقيم الصلاة والسكد أقردوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم ما ترى فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسر كن فأمذر وربك فكبر وسام وزد وربك فكبر وسيمك فطهر وطمج سبعد ولا دمهم نستكثر ولربك مصفر فإذا نطر في النقود فذلك يومئذي يوم عسير على الكافرين غير عسير ومن خلق طوحيدا وزعت له مألا نمدودا وبنيا شهودا ومأت له تنميدا سميط ونزيدا كلا إنه كان لآيات عريدا سرق صعدا إنه فكر قدر قدنك فقدر ثم قدنك فقدر ثم أدر ثم على سر ثم أدر استكبر فقال إن هذا إلا سحر يسر إن هذا إلا قدر البشر سأصلي سقر ما دعك ما سقر لدرق ولا تذر لوح كل البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا صحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدد مننا فئلة بل للذين كبروا ليستقل الذين آدم كتاب ويجدد الذين آمنوا إما ذا وللترى الذين آدم كتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرحوا والكافرون ماذا رب الله بهذا مثلا كذلك يؤذر الله من يشاء ويأذي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر واللين إذا أدبر والسرح إذا أصبع إنها لا أحدى مقبلا الذي رب للبشر لما نساعدكم أن يقدم ويدخر كل نفسهم لما تساعد رهلة إلا أصحاب اللمين في جنات يتسار عن المجرمين ما سلقكم في سقر قالوا لما كن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين وكنا نخوض مع الفائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى تبنقين فما تنفعهم شفع الشافعين فبلهم عن التذكرة معلدين كأنهم حموض مستنفرا فهرق من قصورا بل يريد كل أمر منهم من يتصح فالمنشرا كلا بل لا قرون لا قرون كلا إنه تذكرا فرمشا ذكرا وما يلقون إلا أن يشاء الله هو أهد التقوى هو أهد المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللومة أيحسب الإنسان وأن لن نجمع عظم فلا قادم على المساق فلا له بل يريد الإنسان ليبدر مر يسأل وإياه لهم القيامة فإذا بلق البصام وهو سفق القمر ودمع الشمس أمقمر يقول الإنسان يوم إذن إن المبرط للا وزر إلى ربك يوم إذن مستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم آخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقل آلام فإذا قرأنا فاتبعه الألا ثم إن علينا بينا مكلبا تحبونها عاجلا وتبدل للاق لوجوه يوم إذن ناضرا إلى ربها نازاق ووجوه يوم إذن باسرا تظن أن يفعل بها فاقرة كالأيد بلغة التراق وقيل مدراقا وظن أنه الفراق وثفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أنه يطرط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك السدى ألم يكن أفضا من مليئ لذنك لعلى قدم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكرى والأمساء أليس ذلك بقادر على أن يحيى المغتام بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان يحيلهم من الدهل لم يكن شيئا مذكرا إنا خلق للمنس لمن نطفة النمشاد النبتلي فدع له سميع المصرا إنا ذي نفس بلا إما شاكرا وإما كفرا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعرا إن اللبرر يشربون من كأس كلمزد وكفرا عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها تبترا يوقفون بالنذر ويخافون يومانك لشره مستطرا ويطعمون الطعام على قربه مسكنوات مواسرا إنما نقعكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شكرا إننا نخاف من رب ليوما عبوسا فانطررا فوقعهم الله شر ذلك اليوم يلقاه نطرة وسنورا وجزاهم بما صبر جنة وحررا متجين فيها على الأرائي لا يرون فيها شمسا ولا زمهررا ودانية معهم زلالها وزللت قطوفها تذللا ويطوف عليهم بآلية من فطة وأكواب كانت قاررا قاررا من فطة قدرها تقدرا ويسقلتها كاسا كان مزاد وزنزبلا عينا فيها تسمى سنزبلا ويطوف عليهم دم مخلد إذا رأيتهم حسب دم مطلها منصورا وإذا رأيت دم رأيت نعيبهم كان كبيرا عليهم سياب سندس كدر واستبرقوا حلوا أسافر من فطة وسقاهم ربهم شرابا طبرا إن هذا كان لكم جزا وكان صعب مشتورا إننا نحن زل عليك القدرة تنزلا فاصبع لحكم ربك ولا تدع منهم آذما لو كفرا واضطر اسم ربك بقرة واصلا ومن الليل فستدنا وسبح ليلة طبلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرنا وراهم يوم سقلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا أشينا بدلنا مسألهم تبذلا إن هذه نذكرتهم فمن شاء ترد إلى ربي سبيلا وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما يضفل من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليمان بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيا لذكرى معزرانا نزرا إنما تعدنا لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال موسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وإذا يوم يذل المكتبين ألم نغذي كل أولين ثم نطبعهم بالآخرين كذلك يفعل كذلك نفعل بالمجربين وإذا يوم يذل المكتبين ألم نخلق من ماهي مهين فجعلناه فيه قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمك قادر وإذا يوم يذل المكتبين ألم نجعل اللغضات فاتا أحياء وموتا وجعلنا فيها رواسي أشارفات وأصطينا كل مانفراتا وإذا يوم يذل المكتبين انطلقوا إلى ما كنتم بذكذبون انطلقوا إلى ظلهم في ثلاث شعب لا فليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشغل كالقصر كاللو جمالة صفر وإذا يوم يذل المكتبين هذا يوم لا ينطقنا ولا يقدر لكم في عددهم وإذا يوم يذل المكتبين هذا يوم يذل المكتبين هذا يوم يذل المكتبين فإن كان لكم كيد فكيد وإذا يوم يذل المكتبين إن المتقين في ظلالكم وعيون وفراكية مما يشتغون كنوا واشربوا هليا لما كنتم تعملون إنها كذلك نجزي المحسنين وإذا يوم يذل المكتبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإذا يوم يذل المكتبين وإذا قيل له مركعوا لا يذكعون وإذا يوم يذل المكتبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم